موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم حبايبي طلاب الصف الثامن اليوم بدنا نبلش في الدرس الأخير من الوحدة الثانية كمان درس كثير سهل وكثير بسيط لاللي فهمت الدروس الأولى وإذا انت ما فهمت شي شي من الدروس الأولى عن هذا الدرس رح تشوفه طلاسة مش رح تفهم منه ولا شي ديروا بالك ورح أعطيكم المراجعة بتمنى من المراجعة إذا انت في شغلات مش تمكن منها من المراجعة ترجع للدرس اللي نشراح عن الشغلات اللي انت مش فهمها تمام يلا خذوا النفس يا أبطال استرخوا إهداء وقت استرخاء وقت راحة ما فيش تاعي خلوا كل شي روح لحاله خلوا كل أفكار تروح لحالها بس اسمعوا إهداء ويعطيك العافية ما تحاول تعمل أي شي تاني ناخذ مراجعة سريعة للوحدة الثانية شو عكينا أول إشي عن الوحدة الثانية حكينا يا أبطال يا حلوي عن إشي اسمه جمع المقادير الجبرية وطرحها وقلنا بس نجمع شو المتشابهات كيف يعني؟ لو حكينا لكن عندي خمسة لام تربية ناقص ستة ألف با زائد سبعة ألف زائد سبعة ألف با ناقص ثمانية لام تربية عننا المتشابهات هون أول شي بطلع لام تربية خمس بلايز دين ثمان بلايز شو بضل دين عليك سالب ثلاثة لام تربية هاي أول واحدة وهاي ما حيزح لك خلص تطلع اللي بعده هون عندي ناقص ستة ألف با نصحك الناقص ما تحطهش ناقص ستة ألف با زائد سبعة ألف با عنا مديون بستة بانطلونات واحدة قطك سبعة بانطلونات نفس الإشي فمعناتها بصف الأمور واحد ألف با ليش؟ ناقص ستة زائد سبب تصف هيك والأخير شو بتعطينا يا أبطال اللي سبعة ألف تمام يا حلوين هاي هي اللي بتيجي من الدرس الأول هاي هي جمع المقادير غور دايما ركز على فكرات القوس للمرة المليون قلت لعدة عشر مرات وبعدها مش عشرات ثمان خمسمائة مرة دون قوس بتتعب لو قلنا ثلاثة سين واحد عطاك مقدار ثلاثة سين زائد خمسة وقال لك اطرح لي من المقدار اللي هو سبعة لام زائد ستة اطرح لي من المقدار هذا أو سبعة سين خلينا نقول سبعة سين زائد ستة اطرح لي واحد الشطور شو بعمل بمسك كل مقدار و بحطه في قوس دائما هذا بحطه في قوس وبحط الناقص وبحط القوس و المشي شطور بحطش اقواس و بدخلش السالب على القوس بالطريقة الصحيحة وبأخذ الصفر اصحوا هاي ثلاثة سين زائد خمسة دخل الناقص على القوس ناقص سبعة سين و دخل الناقص كمان على ستة ناقص ستة و كثير في فرق بين انك ما تدخلش ناقص على القوس و انك الدخلة اعمل كل واحدة ثلاثة سين ناقص سبعة سين سالب أربعة سين خمسة ناقص ستة سالب واحد بهاي الطريقة تمام؟ تمام يعني بتمنى الامور تكون واضحة هيك اذا مش واضحة يعني احكي معي لازم الامور تكون كلها تواضحة بالطريقة هاي طيب نطلع يا ابطال يا حلوين على الدرس التاني شو كان درس التاني ضرب المقادير الجبرية و اليوم القسمة شايفين؟ اجلوا درس القسمة للاخر ليش؟ الحين منشوف ليش انه فيه تحليم لو قلنا مثلا سين تربية ضرب لم شو يساوي؟ هاي بتشبه الشاي بس بلزقهم في بعض شبه وشبه تمام؟ طيب لو قلنا خمسة ضرب صاد تربية شو يساوي خمسة صاد تربية فاهمينها؟ طيب لو قلنا سين ضرب سين تربية شو هي بتصير؟ سين تك تكعيب ليش؟ هاي سين والسين تربية ما هي سين ضرب سين كم من سين صار عندي ثلاث سينات؟ يعني سين تكعيب لانهم بشبهوا بعض طيب لو واحد اجا حكالك عندي هيك خمسة سين ناقص أربع ألف تمام؟ ضرب ثلاثة سين زائد أربع ألف با اعملوا يا ابطال يا حلوين هذه الأخير هاي الخمسة سين في شو بضربها في التلاتة سين خمسة سين ضرب ثلاثة سين هاي هو الوحدة بعدين بأمسك الخمسة سين في شو بضربها؟ هاي الخمسة سين بضربها في الأربع ألف با زائد خمسة سين ضرب أربع ألف با اللي بعدها هي ناقص أربع ألف بطربها في شوفي تلاتة سين ناقص أربع ألف ضرب تلاتة سين واللي بعدها الأخيرة يا أبطال يا حلوين يا شطار هي أربع ألف في أربع ألف با طبعا عشانها سالب سالب أربع ألف في ألف با اعملوها يلا الأحمر مع بعض خمسة في ثلاث خمسطعش وسين في سين سين تربيه هي والوحدة الزائد هنا في شي بيشبه بعضه ولا يش الحمد لله خمسة ضرب أربعة بس عشرين سين ألف ب حطهم زي بعض هيك شو أنا ملزق يعني سين ضرب ألف ضرب ب بك حطهم لزق حطهم دك شو تحطهم حط بينهم ضرب الإش بيرجعلك أربعة ضرب ثلاثة شو هم بعض اطناعش وألف سين بس بلزقهم في بعض والأخيرة سالب أربعة هاي هنا ألف في ألف شو بتصير أربعة ألف تربيع في بعض وأصعب شو ممكن يجي زي هيك مش راح يجي أصعب من هيك إذا أنت فاهم بتعملها صحيح مش فاهم يعني يعطيك العافي طيب وحكينا يا أبطال إذا كان في عندك تكد فقوس عليه تربيع كيف أفقوس عليه تربيع مثلا خمسة لام ناقص اثنين وعليه تربيع كيف بعمله على عصب القاعدة شو القاعدة مربع الأول زائد اثنين في الأول في الثاني زائد الثاني شو ماله تربيع يلا شو مربع الأول أنا الأول لعندي ليه خمسة لام ربعه هاي بقول خمسة لام بحط عليه تربيع زائد اثنين هاي اثنين في الأول في خمسة لام في الثاني شو الثاني اللي هو سالب اثنين في سالب اثنين تمام زائد الثاني تربية اللي هو سالب اثنين تربية ومن الحكي هذا خمسة لام تربية بصير خمسة وعشرين لام تربية ليش التربية بتوزعها تنتين زائد اثنين في خمسة في سالب اثنين ليس سالب اثنين نتيجة تحسبها لام اثنين في خمسة عشر في سالب اثنين سالب اثنين زائد سالب اثنين تربية اللي هي اربعة بهاي الطريقة بتمنى الامور كون وضحت يعني الاشي سهل مشي صعب بس اللهم شو بدك بدك تكون مركز هاي زي اسمك تكون حفظه طيب واللي بعد واخذنا الدرس التالت اللي هو التحليل باستخدام ايه العامل المشترك قلنا كيف بعمل باستخدام العامل المشترك كيف بحلل باستخدام العامل المشترك بعلل بالطريقة هاي لو احد اعطاك سبع الف با تربية ناقص سبع الف با تمام زائد اربعة في سبعة با او خلينا نقول في با ناقص يا ابطال سبعة او ناقص واحد تمام يا الله مين الشطور واحد يجي بيقول لي بدي اخذ انا مشترك عدد بين مين ومين هاي فيه الف با هاي فيه الف با هاي الف هاي الف وهي السبعة زي السبعة وهي البا زي مين زي البا بس هون با تربية شاني با تربية يعني با ضرب با باخذ واحدة منهم شو بيضل هون شو بدي اخذ عامل مشترك له بدي اخذ سبعة الف با شو بيضل هون بيضل هون يا حبايبي با لحال ناقص سبعة الف با و واحد زائد هون عندك اربعة في با ناقص واحد شو ليش المشترك بين هاي و بين هاي ليش المشترك يا حبايبي يا حلوين اللي هي با ناقص واحد صح ولا لا مية بالمية هاي خذ با ناقص واحد عامل مشترك هاي با ناقص واحد ضرب مين ضرب يا حلوين سبعة الف با زائد هاي اربعة بهاي الطريق با ناقص واحد في سبعة الف با زائد اربعة مش ضلت هاي و ضلت هذيك مع بعض فان الامور تكون وضحة منيح بهاي الطريق طيب هاذه كان العامل مشترك اوه حكينا بعديها عن ايه عن تحليل العبارة التربعية شو يعني العبارة التربعية ابطال حكينا العبارة التربعية فيها ثلاث ايه شغلات فيها الف سين تربية زائد با سين زائد اي زائد جيم هاذه شكل العامل لها شو يعني الف في حبايبي اللي هو معامل ايه سين تربية شو يعني با اللي هي معامل سين شو يعني جيم يعني اللي عدد اللي لحاله قال لو واحد شطور اعطاكي شي زي هيك قال لك ناقص سبعة سين تربية زائد خمسة وعشرين ناقص ثلاثة سين قال لك طلع لقيمة الف وبا وجيم يلا قدي قيمة الف الف اللي هي معامل سين تربية اللي هي قدي سالب سبعة هاي باوخد مش بس السبعة باوخد السالب البا قدي قيمة با با لي معامل سين والمعامل سين لابتقول خمسة وعشرين باخط لك سفر بتحطها شو هاي معامل سين معامل سين شو هو سالب ثلاثة حلات و جيمي حباب ال справر الم BL 25 هاي 25 بهاي الطريق فيما كبحة للعبارة التربية هذا هو شكل العام للعبارة التربية طيب لو واحد قال لك سين تكعيب مثلا زائد أربعة سين تربية زائد خمسة سين ناقص ثلاثة هل هاي عبارة التربية لأ ليش في هاتك طيب لو واحد قال لك خمسة في سين ناقص وعد هل هاي عبارة تربية لأ ليش؟ لازم يكون فيها سين تربية تمام دير بالك على شكل المعادلة طلعوا بعديها معنا على ايه بعدها يا ابطال يا حلوين بدنا نطلع على اخر الاشياء خدمها اللي هو التحليل العبارة التربعية قبل اخر شيء خدمها كيف حلل العبارة التربعية هذه واحدة اعطاك يا هيكسين تربية ناقص خمسة سين خلينا نقول ناقص موجب اربع تمام بسأل حالي سؤال هو هالسؤال منسأل حالنا منظرنا نسأل حالنا طول عمرنا اقول ايش معامل سين تربع واحد فبقدر اسأل حالي السؤالين مش بس سؤال بطلع على اربع بسأل حالي سؤال عددين حاصل ضربهما قدي اربع قدي حاصل جمعهما وحاصل جمعهما قدي اللي بقول خمسة سفر سالب خمسة يصحك تنسى السالب اللي لاحك الدنيا كلها شو هما العددين يا ابطال يا حلوين واحد بيجي بقول واحد ضرب اربعة صحة اربعة طب بس واحد زاد اربعة خمسة طب انا بديش خمسة انا بدي سالب خمسة وبحط هون سالب 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 بتطلع بهاي الطريقة بفتح قوسين هون سين وهون سين مرة شو العددين ناقص واحد ناقص اربعة مرة ناقص واحد ومرة ناقص اي اربعة وهاي حللنا المعادلتين فهمناهم ولا ما فهمناهاش بتمنى الامور تكون واضحة منيح معكم يعني الامور تكون سهلة بهاي الطريقة طيب واحد قال لو انا عندي مثلا اثنين سين تربية خلينا نقول بس نجيبلكوا وحدة بس افكر فيها خلينا نقول هون ثمانية ايوة خلينا نقول هون ستعاش ايوة وهيك بهاي الطريقة مم وهنا اطناشر سين تمام مميح مميح هات خلينا نشوف يوم بيكون هنا مش الف بس بتطلع عليش بس هالحالي شغلة عددين حاصل ضربهما شو ستعاش شو العددين حاصل ضربهم ستعاش انت حاول جذب للضرب بدك تاخذ شو الاربعة والاربعة ستعاش هات خلينا نجرب الاربعة بالاربعة دام نخذ عدد قليل مره اثنين سين ومره هون ايه سين صح؟ طبعا اجب من نصيبنا هون اربعة واربعة ففي الشيء تبادل بين جرب اثنين سين بضربها في مين في اربعة قدب تعطيني تمانية سين واربعة تضربها في سين قدب تعطيني اربعة سين اجمعهم قدب يعطيك اتناشر سين زبطت او زبطت اللي هي نفسها اللي فوق فمعناتها ايه الحال صحيح هاي اصعب اش ممكن يجعل ايه على تحليل عبارة تربية وهذا النظر يعني شو مغير الاشراس انت فاهم المبدأ واخر اشي حكينا عن تحليل الفرق بين مين بين مربعين وقلنا شو اهم شرط اهم شرط يا ابطال يا حلوين انه يجب ان يكون على الصورة شو الصورة اللي هي سين تربية ناقص صاد تربية كيف يعني الاول لازم يكون عليها تربية والصاد عليها تربية غير هيك ممنوع تشتغل يعني لو واحد قال لك سين تربية ناقص خمسة عشرين بزبط حللها هاي لا كيف بحللها هاي بتقول سين تربية ناقص خمسة تربية هيك بزبط يعني عليك هيك تمام مرة بحط سين مرة بحط سين مرة بحط سين مرة زائد مرة ناقص حطها الخمسة حطها الخمسة كثير شغلة سهلة وكثير شغلة بسيطة بس بتك شو تكون مركز يعني هذا الدرس حتى بس يخلف عليك كل قصتها طيب لو واحد عطاك هيك بصورة ثانية واحد قال لك هيا مرة صاد زائد تسعة وحلت لك هيه صاد ناقص تسعة شو بتعمل؟ بتقول الصاد صاد تربية وعشان ناقص ما هي فرق بين مربعين وتكون زائد وهنا تسعة تربية ويعطيك العافل اللي هي صاد تربية ناقص واحد وثمانية تسعة تربية تسعة في تسعة واحد وثمانية عكسة ما عكساش دارس كثير سهل وكثير بسيط طيب ناخذ الحين دارسنا الحلو قسمات المقادير الجبرية يلا يا حلوين كتجيبوا الكتاب جيبوا كتجيبوا الدفتر جيبوا اعمل اللي بتقي تعد عملية تجميع مياه الامطار في برق من الطرق المهمة لسغل المياه الامطار فاذا عبر بالمتر المكعب عن كمية الماء في بركة شكل متوازن مستطيلات هي كمية الماء بالمقدار فما ارتفاع الماء في بركة علما بأن مساعة القاعدة سين تربية طبعا يا حبابي الحجم هي مساعة القاعدة في الارتفاع هذه الحجم مساعة القاعدة في الارتفاع لأنها هي بركة مكعبة الشكل أو على شكل متوازن مستطيلات بالظبط طول بالعرض بالارتفاع ومنها هي هاي حبابي قدي الارتفاع تباحة الله اعلم ما بعرف شو هاي حجم البركة شو معطيك الحجم هاي يو بحطه هاهم ومعطيك الايه مساعة القاعدة اللي هي سين تربية تمام مساعة القاعدة قديه سين تربية فكيف بتصير هاي طلع كيف بتصير اللي هي الحجم سين تكيب زائد سين تربية يساوي شو الارتفاع قلنا انه سين تربية ضرب مين آسف قصد العقب مساعة القاعدة سين تربية ضرب الار الارتفاع صح ولا لا طيب تيجي بتقول طب كيف بدأ اشتغل عليها هاي اقولك شو عكس الضرب شو تعودنا عكس الضرب القسمة على سين تربية على سين تربية بدأ الارتفاع هاي محاي بتطير زيها طيب يصاف عندك هاي يصاف عندك اللي هي سين تكيب زائد سين تربية على ايه على سين تربية طب هاي كيف بدي اعملها بتقول لي يساوي الارتفاع كيف بدي اعمل اشي زي هيك انا انا بقولك كيف تعمل اشي زي هيك خذ عامل مشترك من الحمر شو بنا خذ عامل مشترك من الحمر هاي سين تكيب يعني سين ضرب سين ضرب سين وهاي سين ضرب سين مرتين خذ الشاغلتين المشتركات اللي هي سين و سين شو بتصير هون سين تربية شو بيضال سين هون وهنا بيضال شوال ايش يعني واحد يسعك تحطها السفر على قدي على سين الصفرة على سين تربية تمام لاحظنا سين تربية زي بعض بوشطب يوم ما بيكون زي بعض بوشطب شو بيضال الارتفاع يساوي ضال الارتفاع شو يساوي عندك سين زايد واحد الارتفاع اللي هي الأحمر لحال ليسين زايد واحد تمام بهاي الطريق طيب بنا نوجد ناتج القسمة في كل مما يأتي طبعا حبائي بهذا الدرس شامل لكل دروس السابقة بتشتغل عامل مشترك بتشتغل عبارة تربية بتشتغل تحليل عوامل تشتغل فرق بين مربعين كل هذا الدرس بدك تفكر فيه بكل الاحتمالات اول شي هون هاي ستة عشرين ها تربية زائد اربعة عشر ها قوة اربعة تقسيم قدي هاي شرط التقسيم عثنين ها صارت معنا بهاي الطريقة طيب كيف بدي اعملها هاي يلا اول شي شو مشترك بين هاي و هاي شو ليش المشترك بتقول لي ها صح وكما بتقدر تاخذ اثنين مشتركات او بقدر اخذ اثنين خذ هانا من هانا من فوق اثنين ها هاي بدي اخذ اثنين ها مشترك بديها يشطب هي تحت عندي شو اثنين ها بدي الفوق زيت تحت ستة وعشرين يوم بتاخذ منها اثنين شو بيضل منها تلات عشر وبدلها تربيع ها زائد الاربعة عشر بعد ما تاخذ منها اثنين شو بيضل سبعة والها قوة اربعة بيضل ثلاثة ها يعني هاتا كيب على قدي على اللي تحت اثنين ها هاي محايب تشطب شو بيضل تلات عشر ها زائد سبعة هاتا كيب وصلت يا ابطال يا حلوين اذا ما وصلت ما تخاف ساعة اول سؤال حللنا العوامل اللي تشطب الفوق مع اللي تحت كيب وشطب الفوق اللي مع اللي تحت اخذنا هذا الاشي في ضرب ايه العداد النسبية وطرحها وايه في بتائي الطريقة طيب بقى طلع مع بعض على بقى دايما اعملها فوق بعض احسن لك قابل شرط القسم ما فوق واللي بعدها تحت اللي قابل ما هو بكون البسط هيتسها لام تكيب ميم قوة اربعة ناقص اثمانتعشر لام ميم تربية على قدي على تلات لام ميم تربية ويساوي يلا خد يا حبابي المشتركات شو عندك تحت لام ميم تربية وعندك ثلاث طيب الثلاثة بقدر اخذها مشتركة بين التسعة والثمانية لا ثمنتعشر آسف بتقدر تخذها بين التسعة والثمنتعشر ايوة خد ثلاثة لام ميم تربية عامل مشترك من فوق هاي ثلاث لام ميم تربية اخذنا عامل مشترك من هاي ومن هاي شو بيضال للأحمر افتح أخذنا من الت스ع ثلاث مثين ثلاثة يعني متضال ثلاث ولام تكعيب أخذنا منها ليساوي ميم تربية على ميم تربية six بطل فهمنا يا حبابي كاي يعني هذا المبدأ ناقص يوم الثمانطعش يوم تأخذ منها ثلاثة بتصفي معك ستة لأمو وخذت لام هنا لام شطبت وميم تربية شطبت يعني ضال إيه ستة على قد تحت على ثلاثة لام ميم تربية لاحظوا يا حبابي إنه عندي فوق زي تحت فشو هاي؟ تشطب معي لتحت التشطب شو بتضال يا حلوين؟ إذا في فوق وتحت زي بعض خلاص بتشطب يساوي ثلاثة لام تربية ميم تربية ناقص ستة إذا الأمور صعبة ما تخاف بدك وقت تتعتاد عليها كيف تأخذ عوام المشترك آآ طيب هذا يعني ما هو نفس الشيء اللي بقنا نحكيه طيب هنا بدنا نوفر طول الحديقة اللي هي مساحة الحديقة على عرض الحديقة نفس المبدأ بس هضل بهمني السؤال حديقة مستطيلة أعطيك المساحة أكيد ما أعطيك الطول بده العرض والمساحة يساوي طول ضرب العرض فبتقسم على طول طيب المهم هاضه البهمني بدي أقسم المقدار هاضه على المقدار ها طيب بتقول لي هنا فيش عام المشترك بقول لك يعيني عليك هاي شو اسمها هاي؟ عبارة تربي تربيعية بحليلها قبل ما اشتغل في السؤال يعيني شو التحليلها هاي؟ عددان حاصل الضرب قدي تلاتين وحاصل الجامع قدي سبعة عشر شو العددين بضربهم أبقى بعطيني تلاتين وبجمحهم بعطيني سبعة عشر اللي هم اتنين ضرب خمسة عشر صح؟ بفتح قوسين هون سين وهون سين مرة زائد اللي هي اتنين ومرة زادي خمسة عشر تمام؟ هاي حللناها هاي صارت هيك طب عندي تقسيم شو تحت سين زادي اثنين هاي بقسم على سين زادي على سين زادي اثنين فيش فوق وتحت بشبه بعط ا هاي تشبه هاي بشطبه شو بيضال عندك؟ بيضال عندك سين زادي خمسة عشر هذا الدرس ملخص الوحدة كاملة هاي عبارة تربعية بدي احللها مرة عمل مشترك مرة عبارة تربعية مرة فرق بين مربعين فيش غيرهم استخدمي للتحليل للعوامل في اجهاء ناتج قوائل نواتج القسمة لت المقادير الاتية هاي الف طلع بعد اللي بتطلع على الف وشاطر وكان متبع معي في الدروس بيعرف ان الف غصبا عنها بده تنحل بالعبارة التربعية بيشوف اللي فوق بيقول مشتهلي يعني فيش اشي مشترك يعني بك تاخذ السين طب مع مين دك تشطب بدي تحت عندك سين زائد واحد مش سين لحال بتطلع على المقام دايما بديك اشي يشطب طب كيف؟ بأخذ يا حبايب عبارة تربية بس على الحال هاي ده بسط هاي بقول حاصل الضرب قدي اربع حاصل الجمع كام؟ خم خمس شو العددين بضروبهم حاصل ضربهم اربع وحاصل جمعهم خمس بتقول لي بلس منها هاي بافتح السين بافتح السين العددين اللي هما يا حبايب اللي بضروبهم اللي هما واحد وايه واربع جرب واحد ضرب اربع اربع واحد زائد اربع خم خمس على شو تقسيم كتي؟ هتقسيم سين زائد واحد لاحظوا يا ابطال انها في الاعلى زي في الاسفل هاي محاي شمالها بالطير وسين زائد اربع بتضل عندك سين زائد اربع خلاص هي وهي هي ابسط صورة للسؤال الاول نطلع على الثاني بدك تشتغل شغل صح واحد شاطر بتطلع على الثانية من اول ما بتطلع على الثانية بيعرف شو انها شغل شو فرق بين مربعين ليش؟ سين تربية ناقص اربعة فرق بين مربعين في الشغيرة هاي بعملها على شغلة شو فرق بين مربعين بصير سين تربية ناقص اثنين تربية صح؟ واللي هي ببسطها بفتح قوسين هانا سين وهانا سين مرة ناقص اثنين ومرة شو زائد اثنين وما هو تحت في عندك سين زائد اثنين طالع ما اسهلوا حبايب هذا الدرس اللي فيه من اللقابة يعني كثير شغلة سهلة اللي فوق مع تحت ما هي نفسها بتشتب بصد في عندك سين ناقص اثنين واللي بعده ثلاث وحد شاطر بعرف ثلاثة من شكلها انه شو انها عامل مشترك ليش لان هي اصلا مش عبارة تربية ما فيها جيم تمام جيم فيها صفر آسف فأبدي أخذ هي عامل مشترك يلا جارب خذ عامل مشترك من الاعلى هيا ليي عندك سين تربية ناقص ثلاثة سين على قد ايه على سين ناقص ثلاثة خذ عمل مشترك من الأعلى هاي سين ضرب سين وهي ناقص ثلاث خذ سين هاي سين هنا سين ناقص ثلاث على إيه على سين ناقص ثلاث هاي محاية أبطال شو بيصر لها بتطير شو بيضل الجواب بيضل الجواب عندك إلا سين لحال بهاي الطريق فهمناها ولا ما فهمناها فاتمنى الأمور تكون وضحت معكم وما تخاف إذا الأمور الساعة يعني ها بدها شوي ما تخاف ساعة بدك تتعود عليهم يالله الحل ما يأتي بأبسط صوره سؤال الأول واحد أول ما بتطلع عليه بيقول إنها هي غصبن عنه بتنحل إيه عامل مشترك هاي هتطلع هي سبع وعشرين ألف تربية سين قوة سبعة تقسيم حط هيك تسعة ألف سين بدي اللي فوق زي اللي تحت هبايبي بدي أطلع من اللي فوق عامل مشترك تمام يالله شو الإشي المشترك؟ أول إشي بتقولي إن فيه فوق سين قوة سبعة يعني سين سبع مرات طيب وعندك سين تحت بشطه بسين هون وهنا ببذل ما يصير سبع مرات سين بصير إن شمالهم ست مرات كيف؟ طالعا معي هاي سين قوة سبعة لحالة تخيلها على سين صح؟ مش هنا فيه واحدة فوق واحدة تحت سين قوة سبعة يعني سين ضرب سين ضرب سين ضرب سين ضرب سين ضرب سين ضرب سين صح؟ وتحت في عندك سين واحدة صح؟ هاي ما حاي شمال هبتو شطه مش كلنا فوق وتحت كالناس ليش بشطه؟ كم من سين ضلت عندي واحدة تنتين تلات أربعة خمسة ستة؟ صارت سين قوة ستة فهمنا من وين أجت هاي؟ سهلة مش فيها الفكرة يعني حتى فيها هاي أول واحدة شطبناه شو صفه؟ سين قوة ستة طيب في عندي سبعة وعشرين وفي عندي تسعة سبعة وعشرين تقسيم تسعة قدي تلات من تعفض جدول الضرب وألف تربية على ألف يعني ألف تربية يعني ألف ضرب ألف فألف بتروح مع ألف بتضل شو ألف؟ شو بطلع الجواب؟ تلات ألف سين قوة ستة بهاي الطريقة باتمنى أمورها تكون واضحة معكم مش صعب يعني بس بدو ايه؟ شوي التركيز اطلع على با واحدة والما يطلع لي على با شو بيقول؟ بيشوف هل ايه؟ هالسين تربية والسبعة سين زايد اثناش؟ بيقول غصبا أنا هاي تحليل عبارة تربية فيش مجال؟ بقول له ممتاز بس الحال السؤال عددان حاصل ضربهم؟ أحي حاصل الضرب؟ قديه اثنى عشر وحاصل الجامع كام؟ اللي هو معامل سين دائما معامل سين حاصل الجامع اللي هو سبعة شو العددين بضربهم يا حبايبي ببعطيني أربعة اثناش وبجمعهم ببعطيني سبعة واحد بيقول لي اللي هما الأربعة والثلاث جرب أربعة ضرب ثلاثة اثناش وأربعة زائد ثلاث سبعة بفتح القوس تمام؟ وعندك تحت شو عندك؟ هالسين زائد ثلاث لاحظوا يا حبايبي إنه في شي فوق وتحت نفس الاشي فبشطب على طول شو بتصفي عندك هون؟ سين زائد أربعة وهي بها حلت معك طلع اللي بعدها نغطني 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 المنظم نغطني نغطني wanna ما هو ناتج ضرب حدين جابريين هو سالب 64 سين تكعيب وصاد تكعيب وكان الحد الأول 16 سين تربية وهذا الحد الثاني ما هو ناتج ضربهم يعني الحد الثاني شو عكس تضرب القسمة حد الثاني يساوي اللي هو سالب 64 سين تكعيب وصاد تكعيب على ايه؟ على 16 سين تربية يلا اعمل شو اللي بيشبه بعضه فوقه تحت ال 64 على 16 قدي فيها يا حبايبي 4 صح؟ والسالب ما خاصك فيه هاي معها شو بتعطيك 4 هايها أعطى تربية هاي فيها واحدة فيها 4 اختصرنا طيب السين تكعيب مع السين تربية قدي السين تكعيب مع السين تربية سين تكعيب يعني سين في سين في سين سين تربية يعني سين في سين اشطب تطلع ضلت سين وبيضع عندك يا ابطال يا حلوين الأخيرة شو هي؟ ساد تكيب بحطها ساد تكعيب ويعطيك الفعافي وهي هي جوابه ساد تكعيب ساد تكيب ايه مساعة حديقة منزلية مستطيلة الشكل كدي المساعة يماطيك يا بالطريقة هاي والعرض بدي الطول بقول المساحة يساوي الطول ضرب العرض طيب هو بدي شو بدي الطول لحال بقسم على شو على العرض على العرض صح؟ العرض مع العرض بروح بيضل عندك شو؟ الطول إذن الطول شو يساوي؟ بحط قد المساحة هاي اتنين وثلاثين سين تربية زائد ستة وتسعين سين زائد أربعة وستين يا لطيفة القامة كبيرة هاي على قدي العرض على أربعة سين زائد أربعة طيب حمنا نتحذر شو بسأل حالي سؤال؟ بسأل حالي سؤال هاي فيها ايه 32 بسأل حالي سؤال شو العدد اللي بضربه وبعطيني اربعة وستين عددين بضربهم بعطيني اربعة وستين طبعا اتنين وثلاثين من شو جاي اتنين وثلاثين هاي بحط اتنين وثلاثين هون جاي من شو؟ نقض عداد أولية تتزبط معنا الأمور أو تقسمها كلها على اربعة يعني هذا السؤال عن جد مش في متره ولا ايه لمنهاج الصف الثامن طيب بس معالين يعني شو الهدف إن نكبر الأعداد نقسم على أربعة وهم مشترك يقولهم أربعة معالين طيب 32 لازم يكون عداد أولية اللي هي ايه ما بزبطش العداد الأولية اللي ها خنجرب هون اللي هي تمانية سين وهم بدي حط أربعة سين تمام عددين حاصل ضربهم يا حبايبي أربعة وستين شو هما؟ بدي تقول لي ها الثمانية وهالثمانية صح؟ حط ثمانية هون حط ثمانية هون هاد خلينا نجرب بزبط لا بزبطش ثمانية ضرب أربعة سين قد بيعطيني اثنين وثلاثين سين وثمانية ضرب ثمانية أربعة وستين سين والله زابطت ستة وتسعين مية بالمية ده نشغلي مية بالمية على جدي على أربعة سين سايد أربعة طيب الساعة بتقول للأمور ما مشاتش بقول لك ساعد كمان داك تاخد كمان عمل مشترك طيب أنا بدي فوق وتحت نفس الأشي بقول لك هان ثمانية وهنا ثمانية هان أربعة وهان أربعة شو اللي بيفرق أخذ اثنين عمل مش مية مشترك ليش؟ عشان تصير شكلها زي ذا تحت من الثمانية بدي أخذ اثنين هاي ها شايف اثنين طلعت تبرقه هون شو بيضال هون بيضال هون أربعة سين والثمانية بتوغل منها اثنين بيضال أربعة يعني مش فاهما أنا سأم هون يعني الأرقام ثلاثة أرقام مش منيحة يعني ها يعني الأرقام هيك بدك تلعب الأرقام شو بدي السوبة تحصر والله نوعية واللي تحت هاي ها شو أربعة سين زائد أربعة لاحظوا يا أبطال يا حلوين إنه سيصار عندي فوق وتحت نفس الإشي هاي شو ضال عندي آخر إشي ضال عندك هاتنين الزرقاء نضرب شو اللي هي أربعة سين زائد ثمانية بالقوس وزع وضرب القوس شو تصير هاي ضرب هاي وهاي ضرب هاي اثنين ضرب أربعة سين تمانية سين اثنين ضرب تمانية ستة عشر يعطيك العافية وهيض هو الجواب النهائي هذ هو اللي بيطلع الطول نديش متر والله وعلا آه متر صح طيب سؤال أربعة شايفين الدرس هذا كيف شامل عشان هيك خلوه في القسمة في درس لحال كيف بتعمل في درس زي هاد هذا الدرس يا حبابي بده تدريب بدك تتدرب كيف تتدرب وكيف تمشي أوكي ارتفاع متفاز الأضلع لمساعته 15 سين تكيف صاد ناقص 10 سين ترفيه صاد ترفيه طول قاعدته خمسة وقل ارتفاع يساوي اللي هو آه بده ارتفاع معطيك المساحة وطول القاعدة أوكي إذ هي بتطلع معاك الارتفاع المساحة مع طول القاعدة طيب اتوقع انه في اشي مشكلة هذا لازم حجم حجم طول العرض في ارتفاع مساحة قاعدة في ارتفاع طيب شو خاص اتوقع انه هون لازم يكون هون المساحة طيب هون طيب تمام خلاص اقسمه مع بعض ما به من الكتاب خلاص شو ما كان نحن 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 يحسم متوازي أضلع سين تاكيب صاد ناقص 10 سين تربية صاد تربية على قد على خمسة سين تربية صاد تمام استوقعهم هكذا وهذا في السؤال جدنا منطقيا لان الامور مش داخل راسك كيف صارت طيب ألحب إلحاظاً المطلوبة ما الذي سيكون في hue 5 سين تربيع صات يمكن التربيعindungر أ Past خدنا إلحاظ 5 سين تربيعي صات ما الذي بالخصر حيث ذلك هذا ما يعانج 55 ناليد إذا ما إلحاظrospect كم سين يقحم 5 river Umur وهذي يشبomy قالت小時 ما أعطنا القدر من خمس رجاجة هذه خمسة أخذنا من العشرة خمسة ما ضال الاثنين؟ كيف يعني لأن العشرة اثنين ضرب خمسة يعني قسمنا هيك المعنى واخذنا من السين تربية سين تربية بتروحه من الساعة تربية أخذنا صاد يعني ضال هنا صاد على قدي تحت نفس المبدأ على خمسة سين تربية صاد هذه محايا يا حبابي بالطير ما ضال عندك؟ ثلاثة سين نقص اثنين صاد بهاي الطريقة وهي طلع الارتفاع فعنا ما خص الارتفاع المتوازي الأضلع بمساعته ما خص اه متوازي الأضلع اه صح بصير اه فكرت متوازي مستطيلات اه تمام هاي متوازي الأضلع يا حبابي ما أعطيك المساحة المساعته شو؟ اللي هي طول القاعدة في الارتفاع تابعوا عشان هيك طلعناها بهاي الطريقة فكرت متوازي مستطيلات سامحوني حقوا علي طيب نشوفكم إن شاء الله في درس قادم رح ناخذ المراجعة إن شاء الله رجل واحدة ناخذ فيه امتحان نشوفكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة